موسيقى والسؤال الذي تناوله اليوم بالتفسير والتوضيح يتعلقوا هل قبلة تفطر أم لا؟ فأنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال أريد أن أقول أن رمضان أن المسائلة التي تفطر واضحة فرمضان هو الصيام وهنا نريد أن نسمى بالجزئية ونتركها الصيام والصيام وعن الصراع والسب والشتم والصيام عن قول الكلام الفاحش أما القبلة قبلة من؟ قبلة الرجل لزوجته لا يوجد في ذلك سئل رسول الله كان رسول الله يقبل زوجته؟ قال نعم وَأَيُّكُمْ كَانَ أَمْلَكَهُ لِإِرْبِيْهِ معنا أن الشاب إذا يالله مزوج لا أقول لك أجيب الزوجة لك ذلك قد يؤدي إلى بقين شباب إلى غير ذلك ولكن الرجل متزوج فهذا من باب المحسن المعاشرة الزوجية رسول الله كان يقبل زوجه و القبلة لا تفطر خاصة إذا كانت دون شهوة أما نحن بالنسبة للشاب لي الله تزوج مثلا في شعبان نقول لهم الأفضل أن لا تقبل زوجتك إذا كان شاب وشابة أما رجل قاد واحد مدى من الزوج فهذه المعاشرة فإن كان من عادة أنه يقبلها فيقبلها نحن نتحدث عن قبلة الرجل لزوجته لأن تحدث عن لابيز فلابيز هي من وعف رمضان وغير رمضان وفي رمضان هي أشد إن إنسان صائم بغير أن يحاول أن يحافظ على صيامه حسن ومعنى ظاهر وبطن فالقبلة الرجل مع زوجته جائزة ولا منع في ذلك إلا إذا في حالة ما إذا يعني كما قلنا كان شاب فمن هنا نقول الكراها مخافة أن يؤدي ذلك إلى تورا نشهوته والسلام عليكم ورحمة الله